حققت حملة إيد وحدة العديد من الإنجازات خلال الشهر الماضي وذلك بعد شهر من تجشينها وتستهدف الحملة توسيع مظلة الحماية الاجتماعية والوصول لأكبر عدد ممكن من الأسر الأكثر احتياجا فضلا عن تحسين مستوى المعيشة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل في إطار جهود الدولة لتحسين ظروف المعيشية للأسر الأكثر احتياجا أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصرية حملة إيد وحدة وتهدف الحملة إلى التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية والوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأسر الأكثر احتياجا لتقديم الدعم الشامل وذلك من خلال توفير مجموعة متنوعة من الخدمات والمساعدات وأيضا لتوفير سبل العيش الكريم وتحسين مستوى المعيشة كما تهدف الحملة لتحسين حياة ملايين المصريين وتوفير حياة كريمة لهم من خلال التعاون بين الحكومة والقطاع الأهلي وتسعى الحملة إلى بناء مجتمع أكثر عدالة ومساواة أما الدور الرئيسي للحملة فهو تقديم الدعم النقدي ومساعدات مالية مباشرة للأسر الأكثر احتياجا كما يتم توفير السلع الغذائية الأساسية لهم وتوفير مشاريع تنمية مجتمعية ودعم المشاريع الصغيرة المتوسطة وتطوير البنية التحتية في المناطق النائية وتوفير فرص العمل ومن أدوار الحملة أيضا تقديم الخدمات الصحية وتوفير الرعاية الصحية الأولية والوقائية للأسر المستفيدة كما تقوم حملة إيد وحدة برفع الوعي المجتمعي من خلال تنظيم برامج توعية في مختلف المجالات الصحية والاجتماعية وتنظيم قوافل طبية وتقديم الأدوية